موسيقى بقيت المشروع اعتقد انه سيكون تكرار لما عملناه سابقا لكن بطرق مختلفة نجد الوقت نقوم بعمل خلفية تانية او مشهد تاني جديد ونبدأ نقوم بعمله خلفية متحركة تانية يبقى حروح مثلا هنا بدلا من انا اعمل الكمبيزيشن الاول انا اعمل الطبقات الاول بعدين اجمعها في كومبيزيشن اعمل اول شيء سولة جديد يجب أن نقوم بعمل انا ادفع السولة الجديد الوقت اسود سيكون عندي مثلا ادفع السولة الجديدة اخلي اول واحد ونضيف المرة دي الشكل خط او شكل مستطيل بدلا من دايرة انا عندي مستطيلات بالنسبة للخلفية سنقوم بعمل سوف نقوم بعمل المستطيلات اذهب مثلا من صغر الشكل داود شوية عشان ايه ارسمه براحتي فاروح راسم زي مستطيل زي كبه عشان كنت محادد علي عمل لي ماسك انا عاوز الشكل هروح مسلا عامل ايه شكل زي كبه بالزبط وبعدين نفس الشكل دوت هروح عامل برضو الخصائص بتاعته اللي هو ايه الريبيتر وهكذا فاروح برضو عند الريبيتر هضيف خاصية الريبيتر وبعد ما اضيف خاصية الريبيتر اروح مغير في ايه الخصائص بتاعته هنا فاروح مسلا عند ايه عند الاسكال بلاش الاسكال اللي احنا عنا نستعمل فيها اللي ايه البوزيشن يبقى عناعمل البوزيشن يليمين شوية زي كده بحيث انه يبقى ايه فراغات ما بينها واروح عند الكوبيس ويكبر الكوبيس مثلا للميئات مش مشكلة حتى 200-300 مش مشكلة وبعدين بعمل ايه اه حركة للأفست اروح عامل الساعة بتاعته العامل اليو عليها علشان بس اظهر اللي هي ايه النقطة اللي اعود اشتغل عليها بس وبعدين ببدأ اعمل ايه الحركة اللي اعود بخلي مثلا النقطة دي في البداية لان انا هعمل مشهد كامل متحرك وبعدين اخلي النقطة دي مثلا ايه صفر كويس واروح للنهاية وعمل الافست للنحية التانية مثلا الافست ولا الافضل ان اخلي البداية مثلا سالب عشرة سالب عشرين حتى وبعدين رايح للنهاية ومخلي ايه مثلا سالب عشرة شوف مثلا ايه التأثير كذا سريع ولا بطيء يبقى مثلا ايه حاجة زي كاله بس بردو نفس الحكاية بيمشي في عكس الاتجاه اللي انا كنت اصده في الاول فبردو نفس الحكاية ممكن ايه اعكس النقطتين دول سيتحرك من اليمين اللي صار ممتاز حسلا الوقتي انا بحس ان هو ايه الخطوط اللي عندي هنا تحس ان هي متعركة شوية ايه اللي صار يبقى ممكن نعمل التعرك ده هو بطريقة سهلة جدا هنا بردو خليني مثلا اكبر الماتشد بتاعنا و اقدر اروح عند الخصائص بتاعت الشكل اللي هو الرتانجولر دوت اروح عند الخصائص اللي هنا وحلقي حاجة اسمها ايه سكيو مش الترانسفورم داترانسفورم بتاع الربيتر داترانسفورم بتاع الشكل حلقي حاجة اسمها سكيو وحانروح مسلا مخلي يعمل سكيو زي كده يعني ايه ا اخلي منحني شوية بس يبقى كده ايه عملت ايه الخلفية بعض الحاجة أخيرة بس أننا ألاوه اللون الخلفية بلون مختلف أروح مثلا عند الـ Effect أروح عند الـ Generate وأعمل مثلا Gradient Ramp Gradient Ramp أخلي مثلا لون أنا أسكي شوية المراتي أسكي غامق أحاد مثلا وردي شوية كده وردي بفوق وردي شوية المراتي وأخر شيء أعمل Overlay للشكل دهوات أعمل Overlay للموت حيث أنه يبدأ يعمل حاجة مثلا ممكن محتاج أيضا أن أنا أغمق شوية في الألوان فهذا أعمله بلير ثاني كمان أو solid ثاني أخلي باللون الأسود بعدين solid دهوات أخفف شوية من الـ Upacity بحيث أن أنا أخليه غامق شوية فهيكون كده عملت الخلفية بتاعتي زي كده خلفية متحركة بسيطة حسن يبدأ دلوقتي أنا دلوقتي عملت الخلفية بتاعتي أروح بقى مجمع كل الطبقات ديت وحامل لها ايه composition خاص به أروح مجمعها كلها أو لها ايه recompose ممكن دهوات أسمي ايه background background 2 مثلا وحاول اوكي يبدأ دلوقتي عندي ايه طبقة بكملها خاصة بكل الطبقات اللي أنا عملتها سابقة طيب يبدأ دلوقتي دهوات أول مشهد ممكن يكون بالنسبة للشعار دهوات أنا نسيت أعمل خلفية بيضة وكنت أعمل خلفية بيضة في بداية الدرس أعمل solid مثلا أخليه أبيض كده خليه مثلا في الأول ذاكذا في بداية الخلفية الإيه خلفية البيضة للشعار بتاعتي وبعدين أروح لقدام دهوة المشهد الثاني بتاعتي وبعدين المشهد الثالث طيب أنا بقى دلوقتي عاوز أعمل transition ما بين المشهد الثاني والإيه والمشهد الثالث أعمل transition بسيط ما بينه طيب دلوقتي قبل ما أعمل transition دهوات في حاجة بالنسبة للإيه اللي هو مرحبا بكم ديت نسيت أذكرها إنه فيه كأنه مرحبا بكم بيبقى فيه دخول تأثير الدخول ودعين تأثير الخروج هو عكس تأثير إيه الدخول زي كده بيبقى عكس تأثير إيه الدخول فممكن زي نعمل عكس للحركة بالcomposition يعني مثلا دلوقتي أنا عملت خلاص عملت الحركة وجمعت الطبقات وش عارفه وكذا فدلوقتي ممكن أنا أدخل عند الطبقات اللي أنا عملتها بكذا واروحها مثلا عاكس عاكس اللي هو إيه النقات الحركية ديت لليمين وش عارفه بس بعض المرات يكون عندك طبقات كتير قوي ويعيكون الموضوع دوت صعب ففيه طريقة سهلة ممكن أستعملها علشان مثلا أعكس الحركة بإيه وقت الكمبزيشن حيث أنا أضغطت عليها كذا بعدين فتحت اليو time enable أيوه هيروح على طول فتح لي نقطتين جديدة النقطتين ديت اللي هي بداية بداية وقت الكمبزيشن وبعدين نهاية وقت الكمبزيشن فأنا مثلا أنا عاوز الحركة الدخول فين حركة الدخول مثلا حركة الدخول من هنا إلى هنا بالضبط مثلا فأنا مثلا ضايف نقطة جديدة للوقت بتاعي هنا وحتى تشوفوا الوقت بتاعي هنا اللي هو إيه كأنه من الثانية صفر إلى أو من الثانية ثلاثة إلى الثانية أربعة بالنسبة للكمبزيشن بالنسبة للكمبزيشن دوت اوكي بداية دوت دوت وقت ظهور الحركة فأنا نأخذ اللي هو النقطتين دول ناسخ النقطتين دول وبعدين عمل لهم لصق مثلا قدام عم مثلا لصق قدام هنا برضو نفس الطريقة لما انا بعكس أي keyframes حركية عندي بعمل برضو keyframe بعدين time reverse فعيخليني مثلا ايه تأثير الدخول هنا عيبقى فيه تأثير الدخول زي كده وبعدين بعد شوية عيكون عندي تأثير ايه الخروج من النقاط الايه الاخير عيكون عندي ايه تأثير الخروج زي كده بيكون مثلا تأثير الدخول هو تأثير الخروج عكسته بطريقة سهلة باستخدام الكمبزيشن بدلا من انا ادخل جوه الكمبزيشن وعد اعمل في النقاط الحركة الجوه باستعملها على طول من ايه من بره على طول في ال enable time remapping زي كده طيب يبدل الوقتي مثلا لحد هنا الوقت اللي هو ايه وقت انتهاءها خليني مثلا ايه اضغط على alt مع حرف دال يبقى كده انه مثلا ايه كان شطبت بقيت اللي هو ايه الوقت بتاعها بحيث ان الوقت الخاص بها يكون في الفترة ديات فقط طيب كده جميل جدا نبدأ نعمل بقى ايه transition ما بين المشهد ده و المشهد ده فنخلي مثلا ده قدام شوية زي كده ونضيف بقى ايه طبقتين جديدة بتغطي على ايه المشهدين دول بحيث انه يبقى فيه انتقال في المشهد طيب دلوقتي لو رجعنا هنا مثلا ايه خلينا نشوف اللي هو ايه transition بتاعنا هنلاقي مثلا كان فيه كورة بتكبر بعدين بيظهر المشهد اللي بعديه في كورة تانية حقا زي كده كورة بتكبر وبعدين مشهد بيظهر بعديها على طول طيب ازاي بقى نعمل transition بسيط زي كده هنروح عند المشروع بتاعنا هنضيف solid هنضيف solid مثلا يغطي عليها كلها زي كده ونخلي مثلا لون جديد لل solid ممكن مثلا نخلي اللون ده ممكن نخليه بنفسجي كده بنفسجي فاتح شوية طيب نخلي مثلا ايه دهوت solid بتاعنا بعدين احدد بقى الفترة اللي انا عاوز فيها يحصل فيها اللي ايه الترانزيشن دوت مثلا من بداية الحتة ليه بضغط alt مع game عشان اجيب على طول ديت ايه المكان اللي انا عاوزه طيب دلوقتي بقى هنا الفكرة فيها ان انا استخدم mask mask كأنه ايه يكبر الدايرة وبعدين mask تاني كأنه يخفي ال ايه ال solid دوت بكامله فخلينا نبدأ بالدايرة اللي تظهر ال solid اوكي عشان تبقى ايه كانت ترانزيشن من ده للمشهد البعدي فخلينا نبدأ ديات نرسم mask بسيط دائري قوة ال solid دوت مثلا رسمي mask قوة ال solid فدوت الماسك اللي بيظهر اللي هو ايه الترانزيشن فبعد ما نعمل مثلا الماسك زي كده برضو اتأكد ان انا اخليه في المنتصف فحامل منتصف زي كده منتصف قريا و عاموديا وبعدين اخلي نقطة الاصل في المنتصف هروح عند time الاصل يترانسفورم وأخليها center anchor point يبقى ال anchor point في الوسط في الزم طيب كل دوت مفيد عشان بعدين لما نعمل حركة ال ايه ال expansion دلوقتي هنروح عند الخصائص بتاعت الماسك وهنعمل ايه وقت لل mask expansion عند الماسك expansion هنا اروح اعمل نقطة ابتدائية و هخلي مثلا الماسك اصغر ما يمكن كأن اخفي الدايرة كده وبعدين اروح لقدام شويه لحد الوقت بتاع المشهد التاني يبدأ هنا خلاص يبقى هنا ديت نهاية حركة ال ايه الاختفاء بتاعي او نهاية حركة ال ايه الاختفاء بتاعي او نهاية حركة ال composition و اروح مثلا ايه مكبر ال ايه الدايرة لأكبر حاجة طيب هنلاحظ في مشكلة هنا صح دلوقتي مما انا عملت اللي هو ال line وبش عارف ايه والتوسيط كل ديت عملتها على اساس القناع لكن ما خلتش في بالي اللي هو ايه الشكل برضو حدوده موجودة هنا فممكن ديت اصلحها بشكل سريع باني ايه عمل ايه هعمل scale up مثلا ايه للشكل طبعا لما يعمل scale up مثلا ايه هيكون من نقطة المنتصف اللي احنا حددناها سابقا عشان كده بنحدد نقطة الاصل في ال ايه في البداية عشان حاجة زيك بدلوقتي نكون كبرناها عشان ايه يكون عمل تأثير في الشاشة بكمالها بدلوقتي ممكن نعمل easy ease عليهم برضو F9 ليس محتاج او ان اعمل graph editor كذلك طيب دلوقتي انا عاوز نفس الدايرة ديت بس ايه علشان تخفي اللي هو ايه الشكل اللي ظهر دوت يعني دلوقتي الشكل دوت الفايدة منه انه هو يخفي المشهد الاولاني وبعدين يختفي ويظهر المشهد الثاني فحستعين بنفس الشكل هستعين بنفس الشكل هو اللي يخفيه هنعملها ايه هنروح هنعملين copy بعدين paste لنفس الشكل او لنفس ال solid بتاعي هنروح مثلا فاتح ال u و اخلي اللي هو ايه ديت تكون بعديها على طول مثلا ديت النقطة ديت النقطة اللي بتنتهي يبقى ديت النقطة اللي تظهر اخلي النقطتين على بعض اخليهم في نفس ايه الخط يعني النهاية هي بداية ال ايه الظهور هو بداية اخفاء ايه ال transition طيب وبشكل بسيط هنخلي الطبقة التانية هي المسؤولة عن اخفاء الطبقة اللي تحتها هنعمل حاجة اسمها اللي هو ايه ال alpha matte اعتقد هي inverted ليس inverted لا اعزر كانت inverted يبقى دلوقتي ايه لما التأثير يحصل للا ايه للدائرة اللي بعدها ستخفي ايه ستخفي ال solid اللي بعدها فبطريقة سريعة مثلا ايه استعملنا التأثير ده فها يعمل transition بسيط للا بعد ايه لو انت عاوز مثلا تعمل transition بسيط زيكا وتقدر بقى تعمل اي تأثيرات مختلفة بالدائرة اللي بتكبر الدائرة اللي بتكبر بقى ممكن اعمل اي تأثيرات مختلفة عليها ممكن اضيف عليها ايه ممكن اضيف عليها برضو ايه gradient ramp اخلي مثلا عليها لون اه تدرجي اخلي مثلا عليها شعاع اخلي عليها اي تأثير تاني من اللي انا عاوزه بس بالنسبة ايه للمثال ده هنخليه لون بسيط بس زيكا فهيعمل ايه تأثير يخفي الشكل اي يخفي المشهد الاول بعدين يظهر المشهد اللي بعدين طيب يبدو الوقت كده ايه انتقلنا للمشهد الاخير و المشهد الاخير مجرد ان فيه حاجة بسيطة هنا اللي هو ايه النص اللي انتو حايفين ودوت مع شوية الحركات اللي هو من الدرس السابق هنشوف بس ايه كيف نضيف الحركات من الدرس السابق في الوقت نرينا بقى ايه نكتب النص اللي احنا عاوزين نكتبه هنا هنبدأ نعمل مربع نص زي كده و هنكتب فيه نتمنى لكم التوفيق والنجاح كاف زي كنا و هنجح ديها في المنتصف ممكن استعين بالأون لين اعملها زي كده وبعدين بدأ اعمل تأثير حركي عليه طيب التأثير الحركي بقى للمرة زي ما عملناه في الدرس السابق اللي هو باستخدام الانيميت اللي هنا سوف اذهب الانيميت اضغط السهم الى هنا وبعدين اختار شيء اسمه Tracking يبقى حامل Track للحروف فحامل Tracking وبعدين يضيف لدينا شيء اسمه Animator 1 يبقى استعين بقى دلوقتي اننا الانيميتر 1 سوف اضيف الخصائص التي اريدها تتحرك سوف اضيف خاصيتين الى rotation واضيف الشفافية سوف اضيف خصائص الى rotation سوف اغير في القيم بحيث انه سوف تتبع التغيير اللى انا عملته في الخاصيتين فالتغيير بالنسبة للأوباسي يبقى صفر حيث انه يبقى فيها تأثير ظهور والتأثير الى rotation سوف اضيف خمسة وعشرين درجة او شيء سوف اضيف خصائص سوف اضيف خصائص و سوف اغير في اضيف خصائص اضيف خصائص ويظهر الى انه يظهر حرف حسنا يبقى حسنا وضع نقطة لـ Offset وبعدين هضغط على A-U عشان أحدد النقاط اللي بيتشي فيها الشكل دو يبدل الوقت مثلا أحدد نقطة ابتدائية هنا وبعدين أحدد نقطة انتهائية قدام زي كده و هضغط على 100 مثلا هنا فهيكون عندي ايه تأثير الظهور للكلام زي كده بس طبعا ايه هو بيبدأ من اليسار لليمين نحن نكتب اللغة العربية فنبدأ من اليسار فمحتاج ان اعكس اللي هو ايه الحركة اعكسها ايه بفتح برضه اللي هو الرانج سيلكتور و بروح عند خصائص الـ Advanced الخصائص الـ Advanced بدلا من Add هنعمل ايه Substract بدلا من Add زي كده هنعمل Substract وبعدين نروح نعكسين النقاط اللي احنا اشتغلنا عليها بس قبل ما نعمل كده عاوزين مثلا نغير في الـ Shape ديت نخليها Ramp Up بدلا من انه كل حرف يستنى لقبله يخلص الحركة لان اعاوز كل الحروف تتحرك سوى فاعمل Ramp Up زي كده فلما اعمل Ramp Up محتاج ان النقطة الابتدائية تبقى سالب 100 Pish Pish A Pish 0 سنجد النقطة الابتدائية سالب طبعا لما انا عملت Substract فهو يخفي النص لا يظهره فمجرد ان احدد عن النقاط ديت اضغط عليها ضغطا يمين و اعملها Time Reverse زي كده فهيعمل A Reverse للحركة بحيث ان يبدأ من اليمين لإيصال زي كده فهيكون مثلا عملنا الحركة زي كده برضو بعدل مثلا على A النقاط الابتدائية هنا او الشكل الابتدائي هنا بحيث ان افهم ان النص بيبدأ من الفتره زي كده زي كده طيب اضيف برضو ظل مثلا للشكل دهوان اذهب اذهب دل وضيف Drop Shadow كذلك اضيف فترق شدو للنص كده اخر خالص لدينا الاشكال الورا النص يعني النص يخرج اضيف اشكال جمالية وراكد لكي تضيف حركات جميلة في الشكل او في النص دللواتي ستلاحظوا ان هذه الأشياء التي قمناها في الدرس السابق فبدلا من افعلها مرة ثانية لو انا كنت افعلها في المشروع سابق دعني افعل امبورت على طول المشروع ده سأذهب إلى الفايل وحامل امبورت فايل وحامل امبورت لكامل المشروع الذي اجتبته سابقا امبورت به حامل امبورت زي كده ثم يضيف المشروع كله في فولدر جديد فولدر يبقى ملفات اخرى فنجد نفس المشروع فنجد نفس المشروع فنجد نفس المشروع فنجد نفس المشروع نعمر بحوة الحيث ثم نجد نفس المشروع نعمر أشغره سابقاً أذهب مثلاً عامل copy paste أذهب مثلاً ضايف لقات مختلفة مثلاً مثلاً أذهب مثلاً ضايفها مرة أخرى مثلاً قدام مثلاً ممكن الثانية أجعلها تتحرك ما يصبح ما يصبح الشكل يبقى عندنا شيئاً مثلاً النص يدخل وبعدين يكون الخلفها بتطلع لكي تضيف منظر جمالي للشكل بالضبط مثلاً حسناً سيكون عملنا نفس المشروع الذي نرى في البداية بالتفصيل ستلاحظ أننا قمنا كل شيء من الصفر بإمكانك تقدر تعمل أي شيء من الصفر يعني لكي تحتاج أبداً أن تدخل على سكريبتات أو على مثلاً حاجات جاهزة ممكن أن تعمل كل الحاجات بنفسك A لو عندك الخبرة و A والتعليم الكويس في After Effects كل هذا عملنا من الصفر حسناً أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الدورة بكاملها انتهينا وصلنا إلى نهاية الدورة يعني أنا حزين أن وصلنا إلى النهاية ياريت لو كنا نكمل أكثر من ذلك لكن الدورة كان موعدها فقط خمسة أيام وأتمنى أن تكونوا استفدتم كبيراً في After Effects ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر قد Wisconsin